أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغف الميزان وأقير الوزن بالنسب ولا تكسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاجهات ونوان والنخل ذات الأجمام والحب بالعصف والريحان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان خلق الإنسان خلق الإنسان من خلق من خلق الفخار وخلق الجان من ماله من نار فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان مرجى المحرين يلتقيان بينهما برسق ما يبغيان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان يخرج منهما الولو والمرجان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان وله الجوارق من شاء في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان كل من عليها فارغ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان يسأل من في السماوات والحرق كل يرين وفيشا فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان يا محشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فلنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان ألا تكذبان يرسل عليهم ألا تكذبان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان يعرف المجرمون بسلطان يعرف المجرمون بسلطان فانخر بالناص والأقدام فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حمي الآن فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان ثوات أفنان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان فيما عينار تجريان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان فيما من كل فاكهة أنزوجان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان مدكين على فنش شطائن ولمن استبرق وجن الجن جنتين دان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان كأنهم من اليابوت والمرجان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان مدهام متان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان فيهما فاكهة ونخلوق ورمان فبأي آلاء ربكم ألا تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكتبان حور مقصورات مصنف الخيام فبأي آلاء ربكما تكتبان لم يطمثن من سنقبل ولا جان فبأي آلاء ربكما تكتبان متكين على رحرف خضر وعبقل إنسان فبأي آلاء ربكما تكتبان تبارك سنرث بك ذي جلال والإكرام